إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فاتقوا الله جل وعلا فإن تقواه فلاح للعبد في الدنيا والآخرة أيها الموحدون عباد الله اعلموا أن الله جل وعلا امتن على عباده بأن شرع لهم أعمالا صالحة متنوعة يستطيعها الفقير والغني الكبير والصغير الذكر والأنثى وهي تتفاوت بحسف حال فاعلها وهمته ونشاطه بعد توفيق الله جل وعلا له قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادئوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل رواه الإمام مسلم كافرا سبحانه وتعالى ب using the elder و the young women and men depending on each person's circumstances ambition and energy after the help and assistance of Allah He says defence ما مشكلes whoever works righteousness whether male or female while he or she is a true believer Stony Concerto Ver activment we will give a Good Life in this world and respect Contentment in Lawful Provision And we shall pay them certainly a reward in proportion To the best of what they used to do Jannah and paradise in the hereafter Also under the authority of Abi Hurairah May Allah be pleased with him He said the messenger of Allah Sallallahu alayhi wa sallam said Hasten to do good deeds Before there comes tribulations Like pieces of a dark night When a man will be a believer in the morning And a kafir by evening Or he will be a believer in the evening And a kafir by morning Selling his religious commitment Toward the gains The hadith is collected by the imam muslim أيها الموحدون ومن هذه الأعمال الصالحة التي يستطيعها العبد في يومه وليله صلاة الجماعة في المسجد عن أبي Hurairah رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غدر للمسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كل ما غد أو راح رواه البخاري ومسلم ومن ذلك أيضا اتباع الجنازة والصلاة عليها قال أبوه ريبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي فله قراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين رواه الإمامان البخاري ومسلم from these righteous good deeds we will give some examples of them that can be performed on a daily basis that will increase the service in his hasanah praying congregational prayer in the masjid with the muslimin under the authority of أبوه ريبة may الله تعالى be pleased with him he said the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم says whoever goes to the masjid in the morning and evening Allah will prepare for him an honorable place in jannah every time he goes and comes agreed upon by the muslimin also from the righteous good deeds is attending funerals and offering the janazah funeral prayer أبوه ريبة again رضي الله تعالى عنه reported the messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said whoever attends a funeral until he offers the janazah prayer he will have one قراط of reward and whoever attends it until the burial is done will have two قراط it was said where are the two قراط he said صلى الله عليه وسلم like two great mountains the hadith agreed upon by Bukhari and Muslim and from the who called لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير مئة مرة في يومه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه القخاري ومسلم Also from the righteous good deeds It's saying لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير A hundred times every day أبو هريرة رضي الله تعالى عنه narrated that the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said Whoever says لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير One hundred times In a day It is as if he fed ten slaves He freed ten slaves And he got a hundred حسنة That are going to be recorded for him And a hundred سيئة Will be erased from him And it will be a protection for him Against the shaytan all that day Until the evening comes And no one can do anything better than that Except the one who does more The hadith is agreed upon by ومن الأعمال الصالحة أيضا صلاة الأرحام عن ألسل رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصد رحمه رواه البخاري ومسلم Also from the righteous good deeds Is upholding the ties of kinship It was narrated صلى الله عليه وسلم I heard the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم Say Whoever would like his provision To be increased And his lifespan extended Let him uphold the ties of kinship Agreed upon by Bukhari and Muslim ومن ذلك أيضا عباد الله صيام التطوع وعيادة المريض والصداقة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم اليوم صائمة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال رسول الله مَجْتَمَعْنَا فِي مْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ رَوَاهُ لِلْإِمَامُ مُسْلِمُ Also, from the righteousness of deeds that can be performed during the day, observing voluntary fasts, visiting the sick and giving charity. Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه said, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, Who amongst you today woke up fasting? Abu Bakr رضي الله تعالى عنه said, in his eye. He said, who amongst you today followed the janazah? Abu Bakr رضي الله تعالى عنه replied in the affirmative as well. He said, صلى الله عليه وسلم, who amongst you today fed a needy person? Abu Bakr رضي الله تعالى عنه said, it is I. He said, صلى الله عليه وسلم, who amongst you today visited a person who is sick and ill? Abu Bakr رضي الله تعالى عنه said, it is I. Then upon this, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, these traits are not combined in a person, but he will enter Jannah. ذو حديث كذلك الطعي الإمام مسلم ومن الأعمال الصالحة التي يستطيعها المسلم في يومه وليله. وليه كراءة القرآن ويجب على المسلم أن يكون له يرد وحزب من كتاب الله تعالى في يومه وليله. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام الحرف وميم حرف. رواه الإمام التلمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. Also from the righteous with deeds that can be performed during the day and night is the recitation of the Quran. And it is incumbent upon every Muslim, male and female, to have a specific work that he or she recites during the day and night. Under the authority of Abu Mas'ud. May Allah تعالى be pleased with him. And he said, the Messenger of Allah, صلى الله عليه وسلم, said, whoever reads a letter of the Book of Allah will be credited with a good deed. And a good deed gets tenfold reward. I do not say that alif, laam, meem is one letter. Rather, alif is a letter, laam is a letter, and meem is a letter. The hadith collected by Timothy, authenticated by him and the Albani. May Allah ta'ala be pleased with both of them. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يوفقنا وإياكم العمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفورا رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فعلى المسلم أن يستعين بالله جل وعلا ويلتجئ إليه ليوفقه للعمل الصالح وليبذل مع ذلك وسعه وطاقته لفعلها وليحافظ على المداومة على هذه الأعمال ولو كانت قليلة فهي خير من أن يكثر منها ثم أن ينقطع قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه رواه الإمامان البخاري ومسلم We said that a person has to seek refuge of Allah سبحانه وتعالى Asking for aid and assistance In performing these righteous good deeds In abundance And a Muslim at the same time Has to put the effort Has to put the energy And a person has to be consistent And continue with doing the righteous good deeds Even if they are minimal For doing consistent righteous good deeds At a minimal pace Is better than doing a lot And then abandoning it The mother of believers Aisha رضي الله تعالى She said The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم Said Oh people You should do whatever good deeds you can For Allah does not get tired of giving reward Until you get tired And the most beloved good deeds to Allah Is that in which a person persists Even if it is little If the family of Muhammad صلى الله عليه وسلم Started to do something They would persist in it The hadith agreed upon by Bukhari And Allah Jewell and Labor And He did not ask me At the beginning On the holy said And He was his And He was his And he was by you He was his And you You are In the answer You're Nothing Of A ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نبقى وأن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم كن لإخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان اللهم كلهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين كلهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم فرجك أنزل عليهم رحمتك اللهم أغفهم اللهم أنصرهم ولا تنصر عليهم أنصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين اللهم أنصر إخواننا أهل السنة في كل مكان 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 ومن عبث العابثين ومن الخوارج المالقين ومن الرافضات المجرمين اللهم احفظ مكة المكرمة والمدينة النبوية والأقصى المبارك اللهم يا ربنا احفظ المسجد الأقصى وأهله اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم القيامة اللهم عليك بالمحتلين الغاصبين الحاقدين فإنهم لا يعتزونك اللهم هازم الأحزاب اهزمهم ودمرهم يا رب العالمين اهزمهم ودمرهم يا رب العالمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم يا ربنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال نعوذ بك من الرياء والسمعة والعجب والكبر وسوء الأخلاق يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المعسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصبرك وأنعم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة إلى الصلاة عبد العظيم